بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد حبيبنا سنتحدث اليوم عن موضوع الأورام الليفية أو تليف الرحم والموضوع جاء بناء على طلب من بعض حبيبنا المشتركين سنستعرض في هذا الفيديو أهم الأطعمة والأعشاب الطبيعية والعادات اليومية التي تساعد على علاج وتحسين أعراض هذه الأورام الليفية تعتبر الأورام الليفية في الرحم من الأمور الشائعة وهي أورام غير سرطانية وغير خطيرة على الإطلاق تستخدم بعض النساء علاجات طبيعية وأعشاب تساعد على تخفيف أعراض الأورام الليفية والسؤال هل هناك علاج للورم الليفي في الرحم بالأعشاب؟ والجواب باختصار نعم في معظم الأحيان نجد أن الأورام الليفية تختفي تماما بدون علاج ورغم ذلك من الممكن أن يوصي الطبيب بتناول الأدوية والعلاجات العشبية للأشخاص الذين يعانون من الأعراض المؤلمة والمزعجة للأورام الليفية وقد تشمل العلاجات حبوب منع الحمل أو التدخل الجراحي وقد تساعد بعض العلاجات الطبية على تخفيف حدة الأورام ولكنها من الممكن أن تسبب آثار جانبية مضرة للصحة العامة مع مرور الوقت لذلك يصفه الأطباء لفترة قصيرة فقط أو من أجل الاستعداد للعملية الجراحية سنستعرض سريعا الآن أهم الأطعمة والأعشاب الطبيعية والعادات اليومية التي تساعد على علاج وتحسين أعراض هذه الأورام الليفية أثبتت التجارب والدراسات في عام 2011 أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول الفواكه بأنواعها المختلفة وتناول بيتامين ألف المأخوذ من الحيوانات يكونوا أقل عرضة للإصابة بالأورام الليفية في الرعام ومن أهم مصادر بيتامين ألف الحيوانية هي منتجات الألبان واللحوم والأسماك ولكن يفضل تناول اللحوم البيضاء بدلا من اللحوم الحمراء وهناك بعض أنواع الأطعمة التي تساعد على العلاج وإمداد الجسم بالبيتامينات المفيدة والتي تشمل ما يلي الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والطونة والمكريل والأطعمة التي تحتوي على الفلافونيد مثل التوت والخضروات الطازجة ذات اللون الأخضر مثل البروكلي والخس والسبانخ أيضا الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال وأيضا منتجات فولي الصوية والأهم هو التوقف عن تناول السكر الصناعي بأنواعه وألوانه وكذلك حبوب بديل السكر اللي بسموها السكرين ومن أهم أنواع الأعشاب الطبيعية التي تساعد على ذلك هو الشاي الأخضر من المعروف أن الشاي الأخضر يحتوي على المواد الكيميائية الفعالة التي تسمى فلافونول وهي من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد على تقليل تعرض خلايا جسم للتلف من خلال تخفيف الإجهاد التأكسدي وهو من أهم أسباب المرض ولهذا من الممكن أن يساعد تناول الشاي الأخضر في علاج الأورام غير السرطانية في الرحم طبعا الطريقة هي تناول الشاي يوميا محلة بالعسل وليس بالسكر أيضا التوت والعنب لاحتوائهما على مواد كيميائية تقوم بإنتاجها النباتات وتساهم هذه المادة في علاج الأورام الليفية ومن أهم أنواع الفواكه التي تحتوي عليها هي العنب وخاصة الأسود أو الأحمر والتوت كما أشارت الأبحاث إلى أن هذه المادة لها دور فعال في إيقاف نمو خلايا الأورام الليفية في الرحم ومنع تكاثرها ولكن حتى الآن لم يتوصل الباحثون إلى مدى قدرة هذه المادة والأطعمة التي تحتوي عليها على علاج الأورام الليفية في الرحم ولكن هناك آثار ملحوظة لهذه المادة على خلايا الجسم ذكرنا طبعا الشاي الأخضر ثم العنب والتوت والآن الكركمين الموجود في الكركم حيث يعتبر الكركمين أو الكركمين من أهم المكونات النشطة التي تتواجد في الكركم ومن المعروف أن له بعض الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا وقد أشارت الأبحاث والدراسات المختلفة إلى أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم لها قدرة كبيرة على تدمير الخلايا الليفية ومنعها من التكاثر طبعا يمكن تناول الكركم مع الطعام أو من خلال شرب شاي الكركم وتزامنا مع استخدام الأعشاب العلاجية في علاج الأورام الليفية يكون هناك أيضا مجموعة من العادات اليومية التي تساعد على تحسين أعراض هذه الأورام ومن أهم هذه العادات ما يلي طبعا إلى جانب تناول الأطعمة الصحية والفيتامينات والمعادن المفيدة التي ذكرناها هي التمرينات الرياضية المنتظمة أيضا تمرينات التنفس وممارسة اليوغا وفي العادة تكون أورام الرحم الليفية شائع لدى الأشخاص أصحاب الوزن الزائد والسمنة بنسبة كبيرة لذلك يعتبر الحفاظ على الوزن الصحي من أهم الأمور التي تساعد على العلاج السريع كما أن ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم وتناول النظام الغذائي الصحي من أهم الطرق الفعالة لفقدان الوزن الزائد وعلاج الأورام الليفية ودعواتنا للجميع بالصحة والشفاء التام حبيبنا ننتظر رأيكم وتعليقكم والسفساراتكم وإلى اللقاء في معلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله